الحمد لله حي قناة والمشرفين عليها ونشكر اشكرها على اتاعة هذه الفرصة لحضور في هذا المؤتمر القيم الذي ينعقل تحت عنوان التعليم العتيقي في فريقيا العلم والسلم وعنوان عريض جدا يعني يحوي الكثير من المفاهيم التي سنتناقشها سيناقشها المؤتمرون ان شاء الله وتعالى وسنخرج ان شاء الله من المفايد تكون لها ان شاء الله وتعالى ما بعدها من النفع العميم على الامة في الحقيقة نعيش في ظروف صعبة جدا هذه الظروف يعني الكل يعني يشاهد ويرى بهم عينيه ما يتعرض له اخواننا في غزة فلسطين المحتلة ونتألم لما يحل بهم من خراب وتدمير وقصف وتهجير قصري فذلك من تواطئ القوى العظمى امريكا وغيرها من القوى العظمى والصمتها ازال هذا الدمار الغائد الذي يحدثه الكيان المحتل ندعو الله تبارك وتعالى ان ينصر اخوتنا في فلسطين وان يحقين الدماء وان يعيد الارض الى اهلها ولا شك ان هذا المؤتمر الذي احضره انا واخوتي سيد بابكر سيد احمد بكارنيان وسيد علي بن الشيخ نور الدين حضرناه مثلنا بالخليفة كالعادة وان شاء الله ستكون لنا كل مشاركة قيما في هذا المؤتمر باسم الاتحاد الاسلامي الاخريقي طبعا الذي له اسهامات كبيرة في مثل هذه المنتديات التي تعقد هنا في موريتانيا وهناك في بلدان اخرى عربية واسلامية كلها اسهاما من الاتحاد الاسلامي الاخريقي فيما ينفع الناس وينكد في الارض ونحن في الحقيقة نحتاج الى تعميم مثل هذه المؤتمرات في السنغال وفي نجيريا وفي بنيا وفي غيرها من الدول حتى نصل الى مفهوم السلم الذي ينشده وتنشده جميع الشعوب وتنشده جميع الديانات وتنشده جميع الحكومات لان بالسلم فقط تحقق التنمية بالسلم فقط تحقق الأمن بالسلم فقط تحقق الأمان والله الله الموفق والله نسل أن يوعيننا وإياكم على ما فيه نفع اسمي عبد الله بن الشيخ محمد الماحي الشيخ براهن ياس من دولة السنغال طبعا موقف الشيخ براهن من السلام هو موطف معروف جدا وهو النابع من من فهمه للآل للقرآن الكريم الذي يدعو إلى السلام الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من ينشاه إلى الصلاة المستقيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إذن هذا الموقف هو الذي كان يصدح به الشيخ براهن في كل المنابر وكل المنتديات التي كان يحضرها وكان يدرك أن باستلام فقط يستطيع أن يعني يدرك المرأة ويصل إلى ما يدر وصل إليه ويصل إلى مفتغاه يعني يصل إلى الطمأنينة والراحة وأيضا بيعني تمهيد السلام يصل المرأة إلى نشر ما يريد نشره من معارف وعلوم وأيضا وبالسلام فقط نستطيع نوصل رسالة الإسلام وإذا رجعنا إلى تاريخ إلى السيرة النبوية فإننا ندرك أن ما تحقق في بعد الصلح الحديبية من دخول الأمم والطوائف ودخول يعني القبائل في الدين لهذا الذي يتحقق في تلك المدة لم يتحقق في غيرها قبل أن يتحقق قبلها إذن هذا السلام نشهده ونطالبه ونطالب به في هذا الوقت وهو أيضا نفس ما كان يسعى فيه الشيخ براهيم رضي الله عنه وقد قال أروم أروم رضي البان نصرة دينه أبرز للجيل الجديد مثال ضعيف عليل شائب لا يريد القتالة هذه عبارة لا يريد القتالة يعني هي يندرج فيها كل شيء يندرج فيها رسالة السلام رسالة المحبة رسالة الأخوة رسالة السلام التي يعني كان الشيخ براهيم رسولا لها وكان يسعى فيه كل يسعى في كل طاقاته لنشر السلام وبدل السلام وقد قال عقب هذا البيت لأن النبي الهاشي بالدهرة ما غزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو عن إرادته بل صدى عدوانا ورد ضلالا